موسيقى طمن زيرة خبراء دوليين من منظمة الصحة العالمية لتقييم ملف المنامة لنيل لقب المدينة الصحية استقبلت محافظة العاصمة الخبراء في عدة جولات لاستعراض جهودها في هذا الشأن تفاصيل أوفا في سياق التقرير التالي نحو سعيها لنيل لقب المنامة مدينة صحية قامت محافظة العاصمة بإطلاع وفد من منظمة الصحة العالمية على أبرز جهودها في العاصمة وذلك خلال زيارتهم التقييمية ضمن مراجعة معايير استحقاق المنامة لقب المدينة الصحية قامت المحافظة وبحضور خبراء المنظمة بزيارة ميدانية لآخر منشأة تم استفاء معايير الأمن والسلامة فيها وذلك بعد الانتهاء من تضمين اشتراطات الأمن والسلامة في 65 منشأة ومغزنا بالمنطقة الصناعية في ميناء سلمان بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية أنا سعيدة اليوم بأن لجنة التفتيش على المصانع انتهت من آخر مصنع في ميناء سلمان الرقم 65 لتضمين اشتراطات الأمن والسلامة بالتعاون مع الجهات المختصة من الدفاع المدني الأمانة ومديرية شرطات محافظة العاصمة ولا شك ان هذا العمل مجهود الجبار اللي ابتديناه من اكتوبر 2018 واليوم انتهينا هذا نحن في آخر مصنع اللي تم تضمين اشتراطات الأمن والسلامة فيه من ضمن مشروع المنامة مدينة الصحية التابع لمنظمات الصحة العالمية من ضمن المحاور للمدود الصحية الاستعداد للطوارئ أو الحد من الكوارث قد كده شفنا في الزيارات اللي فاتت والزيارة دي إجراءات بسيطة بس ممكن تنقذ مش حياة واحدة تنقذ حياة كذا شخص ممكن تحد من الإعاقة يعني شفنا ما كانت دلوقتي أضافوا لها جزء بحيث أن هي تبقى تحد من الإعاقة أو التأثير على الإيد أو يجي رايش في العين أو كده وفي السياق ذاته أطلع محافظ العاصمة معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة خبراء منظمة الصحة العالمية على مبادرة ألوان شفاء سعادة التي دشنتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن برنامج المنامة مدينة الصحية والتي تهدف لرسم وتلوين لوحات جدارية في مستشفى الطب النفسي لتحقيق الاستفادة للمرضى والعاملين الصحيين وتطور علاج الحالات في المستشفى نحن سعداء جدا بمبادرة محافظة العاصمة وبمباركة سعادة وزيرة الصحة على تبني جداريات ألوان برنامج ألوان وسعادة وشفاء للطب النفسي الطب النفسي يهتم جدا بالمرضى النفسيين بالنواحي التأهيلية وجزء كبير من التأهيل الفنون والألوان والهوايات العامة والاشتراك فيها وبنشكر جدا كل المسؤولين على هذه المبادرة حيث أن الوحس في الأونة الأخيرة تحسن كبير في مستوى الصحة النفسية للنزلاء مستشفى الطب النفسي والمرضى المبادرة تأتي ضمن جهود المحافظة لتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تتسق مع أهداف برنامج المنامة مدينة صحية حيث تسعى المحافظة لتعزيز الجهود التشاركية بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد بهدف الوصول إلى معايير منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية